اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعة الفيزيون المسابعة في كل مكان في هذه التقطية واللي هنتابع فيها تفاصيل حالة التقص خلال الساعات المقبلة بتتوقع هيئة الوساط الجوية ان يشهد اليوم الاربعاء تقص معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يكون لطيف في اول الليل مائل البرودة في اخرها على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وايضا يكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لتتوقع هيئة الاربعاء ان يشهد اليوم الاربعاء شبورة مائية صباحا تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق اما مود فرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ايضا كشفت الهائة العامة للارصاد الجوية ان اخر صور الاقمار الصناعية بتشير الى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شرق البلاد والدلتة ومدن القناة يصاحبها سقوط الامطار وتكون متفوتة شدة ورعضية احيانا اضافت هيئة الارصاد الجوية ان درجة الحرارة الان على القاهرة خمسة وعشرين درجة اما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الاربعاء القاهرة العظمة سبعة وعشرين درجة والسغرى تسعتاشر الاسكندرية العظمة ستة وعشرين والسغرى تمنتاشر مرسى متروح العظمة اربعة وعشرين والسغرى ستاشر سهاج العظمة تسعة وعشرين والسغرى تسعتاشر قنا العظمة تسعة وعشرين والسغرى عشرين أصوان العظمى 30 والصغرى 22 درجة كما حظارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر البلاد بشبورة كثيفة على الطرق حتى نهاية الأسبوع خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية بتشهد هذه الفترة شبورة مائية كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وأيضا الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد حيث تتكون الشبورة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة السامنة صباحا نشهدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحظر أثناء القيادة ودرورة اتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة وتجنب أيضا القيادة وقت الشبورة الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب شهدت عدد من المناطق في القاهرة الكبرى في هذه اللحظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من القاهرة والقليوبية والجيزة وبعض محافظات السواحل الشمالية بيأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صور الأقمار الصناعية استمرار تقاثر الصحب المتوسطة والمنخفضة على شرق البلاد والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بحالة التقصي خلال الساعات القليلة المقبلة أشكر حضرتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء